يمكنكم متابعة برامج وأخبار قناة النهار والقناة الخبارية في الجزائر على موقعنا على اليوتيوب كما يمكنكم تفاعل معنا من خلال تسجيل تعليقاتكم على كل الأحداث الحصرية التي ينقلها تلفزيون النهار وتحسبا لتراجع محصولي الحبوب لسبب الجفاف توجهة الجزائر لاستراد 50 ألف طن من الحبوب كإجراء احترازي لمواجهة أزمة الغذاء في ظل اعتمادها على مياه الأمطار وعدم توسيع مشاريع الري الذاتي سلاف الدماش والتفاصيل ندرة الأمطار التي عاشتها الجزائر مؤخرا والتي تنظر بموسم فلاح سيء قد تكون أحد الأسباب التي أرغمت الجزائر على دخول مناقصة أوروبية لاقتناء 50 ألف طن من القمحة كخطوة احترازية مرشحة للزيادة نحن نعلن على المناقصة 50 ألف لكننا الشيء الذي نشروه يكون أكثر ولا أقل هذا حسب الظروف على السوق وهذا يدخل في إطار برنامج لسطر الديوان الوطني للحبوب كل سنة باش يمول السوق الوطني ويتحكم في الضبط ويكون مخزون استراتيجي الاعتماد بالدرجة الأولى على مياه الأمطار وعدم وضع استراتيجية شاملة للسقية من شأنه أن يرفع فاتورة الاسترادة التي دقت ناقص الخطر وهذا بطبيعة هي اعتبر خطير للغاية لماذا خطير؟ لأن أصبحنا من أول دولة تستورد الجمحة في العالم نقص في استعمال أراضي المسقية والدليل على ذلك للاجتماع الأخير تحت مجلس وزراء تحت إشراف السيد عبد عزيزة بطفلقة صرح باللي لازم من الآن فصاعدا نمشي روايدا روايدا باش نزرع ونسقي مليون ومئتين هكتار لجوء الحكومة في كل موسم إلى الاستراد بسبب قلة الإنتاج يحتم عليها وضع مخطط دقيق للرفع من إنتاج الحبوب التي تعتبر المدى الأكثر استهلاكا في الجزائر هل أعجبكم الفيديو؟ اشترك، سجل تعليقك أو موقفك أسفل الصبح لأن رأيك يهمنا إيجابيا كان أو سلبيا لأننا نهتم كثيرا بوجهة نظركم